وطهرين رواقع التابعين ده إيه الرجل ده بذل كتير جدا جدا لخدمة هذا الدين العظيم ومثال جميل لكل حاكم على وجه الأرض إزاي أنه هو يحب الدين دوت وإزاي أنه هو يخدم الدين دوت بفضل الله سبحانه وتعالى الحلقة الماضية كلمنا عن المتحدث الرسمي باسم الوافد الإسلامي سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اللي لما عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة كريش بعايتتهم عشان يخدوا الوافد الإسلامي ده ويرجعون مرة تانية مكة ويعذبوا ويفتنوا ويتقتلوا فربنا قدر أن النجاش فعلا زي ما النبي وصفه رجل عادل ملك لا يظلم عنده أحد أبدا فأول ما قالوا له دول غلمان سفهاء وصابقوا من دين الآباء والأجداد ودخلوا في دين لا نعرفه نحن ولا أنت فاردهم إلينا لهم لا والله لا أسمهم أبدا حتى أسمع كلامهم عايز أشوفهم ما إيه أصلا وأطمن وأسمعهم يمكن يكونوا على حق لو كانوا على حقي بهم في جواري وفي أماني لا يمكن أبدا أن أنا أفرت فيهم وأما إن كانوا فعلا زي ما أنت وقلت هاردهم لكم هلازم أسمع واتفقوا على أن الصدق من جاء الصحابة اتفقوا على أن الصدق من جاء وإن لازم نصدق ونقول الكلام اللي إحنا عارفينه وكل كلمة لازم تخرج بصدق عشان ربنا نجينا وبالفعل راحوا على النجاشي وبدأ جعفر بن أبي طالب يتحدث باسم الوفد الإسلامي وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه اختصر كل الكلام في خمس محاور الملوك ما عندهمش وقت يسمعوا كلام كتير ونقعد نحكي ونقول له أصل أبو لها بعمل وأبو جهل عمل وسوى وما شفتش بقى اللي عمله أقبى بمعايته مش هينفع مش هسمعنا فهو ركز كل كلامه في خمس محاور المحور الأولاني صور له حالة الناس أيام الجهلية كانت حالة صعبة جدا واذكر له حاجات بكل ذكاء ما يختلفش عليها اتنين تمام كده حاجة تانية عرفه بشخص النبي لحسن نحسب للنبي ده واحد أي حاجة كده وجاي وخلاص بيدعنه ونبي لا ده لي ما كانتوا لي حسبوا لي نسبوا والدنيا كلها بتشهد بصدق وأمنتوا حتى أعدى الناس لي كانوا بياشهدوا بأنه الصادق الأمين وبعدها المحور التالت بدأ يوضح له رسالة الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المحور الرابع بدأ يحكيره الظلم اللي حصل لهم والبطش اللي حصل لهم من قريش لما أسلموا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى عشان يرقى قلب النجاشي المحور الخامس والأخير ذكر كلمات جميلة في حق النجاشي عشان يرقى قلبه أنه هو يستقبل الدعوة الإسلامية في بلده ويحافظ على المسلمين في هذا الملك الجميل اللي في بلاد الحبشة التعريك اللي عايز أقوله قبل ما أقولكم النجاشي عمل ايه؟ عايز أقوله يا شباب المسلمين ويا بنات ويا إخوة ويا أخوات ويا أباء وأمهاتي وأولادي عايزين كلنا نبقى فعلا صفراء للدعوة صفراء بأخلقنا بمعاملاتنا بسلكنا أذكر أن كان فيه مجموع من الشباب كانوا مسافرين أمريكا وبعدين وهم في المطار الإجراءات طولت شوية فاجي وقت صلاة فوقف واحد فيهم راح مأذن في أرض المطار وبعدين بعدها بديتين ثلاثة واحد أقام الصلاة وابتدوا يصلوا وكان لابسين لبس إسلامي جميل وخبالك التوب اللبيض الحلو والعمامة البيضة الجميلة والوش منور واللحي منورة ومنظر جميل والسواك محطوط وحاجة كده دعوة حلوة ووقفوا يصلوا وكان الإمام صوته جميل اتلمى حواليهم الناس في المطار وأعجابوا جدا بالمنظر ده وبعد أما خلصوا بدأوا يسألوهم انتم مين؟ قالوا احنا مسلمين؟ جايين منين؟ جايين من مصر وبدأوا يتكلموا معهم وكان معهم واحد مترجم وبيتكلم وبدأوا يشرحوا لهم الإسلام إيه وربنا بيدعو لإيه إلى غير ذلك بيقسم بالله أن ما خرجوش من المطار إلا وكان خمسة أسلموا على قديهم بفضل الله سبحانه وتعالى وده يذكرني برضو بواحد أحد مشيخنا الكبار كان في يوم الأيام كان مسافر أحد مطارات في إنجلترا وجيه وقت الصلاة وعايز يصلي ما فيش مصليه في المطار وبعدين بيقول إن روحت كلمت واحد موظف كبير في المطار وطلت له سبحت عايز يصلي في أي مكان قال له ممنوع ورجاء ما شوفكش بتصلي هنا خالص فما كان منه إلا إنه مشي بعيد كده عن المكتب بتاع راجل ده واختار مكان واسع كده وراح إيه بالبوصلة اللي معاه مكان القبلة وراح مصلي بيقول لما صليت والناس شافوني بصلي في المكان ده ربنا يقدر بعدها بسنتين سفرت وانزلت في نفس المطار ولقيت في المكان اللي صليت فيه مصلى عشان الناس تصلي فيه شيء جميل جدا إن أنت تكون فعلا سفير لهذا الدين العظيم بأخلاقك وسلوكياتك بلبسك وابتسامتك ومعملتك الطيبة وأمنتك وصدقك ووفائك وبحجابك وبحيائك كل دي دعوة جميلة بتأثر في الناس جدا ربنا رب جعلنا هداة مهديين وقاس الله عز وجل أن يهدي بنا يعني الناس أجمعين كنتم خير أمة أخرجت للناس النجاشي رحمه الله رحمة الله وسعم أول ما سمع الخمس محاور دولة من جعفر ابن أبي طالب كان رضي فعله إيه سمع كلام زي الفل كلام ما يختلفش عليه اتنين على وجه الأرض فقال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء أنت بتقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجاء وكذا وكذا في حاجة ربنا أنزلها عليه وانت معاك الحاجة دي هتقدر تقوله لنا فقال له أيوة فقرأ عليه جعفر ابن أبي طالب شيئا من صدر سورة مريم كيف هي عين صاد وبدأ يقرأ واختر سورة مريم بالذات ليه لأنها سورة مريم بتتكلم عن بعض الأشياء التي يعتقدها النصارى أصلا وبيبطل معتقدات شديدة جدا جدا عند النصارى وهو بيخاطب رجل نصراني فبدأ يقرأ عليه سورة مريم وهو بيقرأ والنجاشي أحد يبكي يبكي خد بالك كعفر ابن أبي طالب بيكلم ملك من ملوك الأرض وانت عارف يعني ملك رجل النجاشي ملك الحبشة تعارف يعني ملك بلد أو رئيس بلد شوف المكانة بتاعته والعزوة بتاعته والقوة بتاعته وإحساسه بأنه ملك يعني مدياله واخد بالك ورغم ذلك أول ما سمع صدر سورة مريم بدأ يبكي وبدأ دموعه تنزل دموعه تنزل لحد ملاحيته كلها تبلد بالدموع وبدأ الأساقفة بتوعه هم كمان أهل الدين هم كمان ابتدت المصاحف اللي في إيديهم والأناجيل اللي في إيديهم ابتدت تبلب دموعهم من كثرة البكاء سبحان الله فإذا بالنجاشي يقول والله إن هذا الكلام والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة ده كلام كله توحيد وإيمان وعيسى عليه السلام جاء أيضا يدعو إلى التوحيد والإيمان دعنا مما حرف بعد ذلك لكن عيسى عليه السلام كان موحدا وكان يدعو إلى الإسلام والتوحيد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال النجاشي والله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون فلما خرج عمر بن العاص وعبد الله بن إبي ربيعة زيح له قوي بقى معقول هم يغلبون بالطريقة دية ويقنعوا الراجل ده إن الدين دوت هو دين الحق وبدل ما يديننا للناس دولة ونرجعهم تاني لقريش يعزبوهم ويفتنوهم يقولهم دولة في أمان وفي جوار يعني خلاص المسلمين بدأوا يأمنوا نفسهم ويبقى فيه مكان ليهم هيبقى دولة إسلامية فيه ما بعد وما بقى ده فكرهم بقى هياخدوا مكان يعملوا دولة إسلامية فيه ما بعد ويبقى مركزهم الحبشة يبقى احنا كده ضعت علينا الفرصة عمر بن العصر وخارج قال له والله لا أعمل فيهم حاجة بكرة هخليه يعني باللغة العرب كده بالبلد كده هخليه يضمرهم قال له والله لآتي أنه غدا بما أستأصلوا به خضراءهم هقول له موضوع هخليه يقتلهم كلهم فعبد الله بن أبي ربيعا كان أطقى الرجلين كان أطقى من عمر بن العصر في الوقت ده لسه هم ما أسلموش فقال له لا تفعل فإن لهم رحمن وذمة دول أهلين برضو انت نسيت يا عمر رغم أن احنا بنختلف معهم احنا بنعبد الأصنام هما بيعبدوا ربهم يعني وبيتبعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن في النهاية احنا أهل بلد وحدة ودول قريبنا وأهل بلدنا وما يصحش تعمل فيهم كده قال له لا والله لازم اروح اقول له كده قال له هتقول له ايه قال له سأخبرهم بأنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد وليس إلها لأن النصار منهم من يقول أنه الله ومنهم من يقول أنه ابن الله فقال له أنا بقى هروح أقول له ده هم بيقولوا أن عيسى عليه السلام عبد من العبيد وهو لو أعرف كده أكيد هيقتلهم كلهم فذهب إلى النجاشية في اليوم التالي ده مين ده عمر بن العاص كلام ده قبل أن يسلم أن عمر بن العاص أسلم في عام الفتح هو خالد بن الوليد وأبو سفيان بن حرب ومجموعة كبيرة جدا من المشركين أسلمه في عام الفتح فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فأرسل إليهم سيما قال تلك النجاش رجل عادل ولا يمكن يحكم في أي قضية إلا لما يجبهم ويسمع منهم ويشوفهم ما بيقولوا إيه فاكتمع القوم وقالوا ده هيسألنا عن عيسى يقولي يا جماعة قالوا ما نقول إلا ما جاء به نبينا وما جاء في كتاب ربنا كائنا في ذلك ما هو كائن الصدق من جاء خلاص وده بيفكر من القصة عجيبة قوي لكن فيه غلام هو بعد كده بقى عالم من الأعلام اسمه عبد القادر الجيلاني كان وهو عنده 11-12 سنة أمه دفعت له 40 دينار 40 دينار ده مبلغ يعتبر زي ألفات في جناهات النار ده مبلغ كبير وقيت له يا بني اذهب مع قافلة كذا إلى بلد كذا وأطلب الحديث أطلب العلم هناك خارج حط الـ 40 دينار في لبسه وشاف قافلة طالع من البلد دي البلد دي أطلع معك وتعال معنا طلع معهم وهم في السكة طلع عليهم النصوص ورحوا سرقين كل الفلوس لمعهم جمع عنده الغلام ده اللي هو غلام صغير فأحد اللصوص بيقول له هل معك من مال أيها الغلام قال أجل معي 40 دينار فبيحسبه بيهزر يعني أنت لما تقابل الطفل صغير دينار ده كيف تقول له معك فلوس حبيبه لك آه معايا 4000 جنيه فتحسبه بيهزر فبيحسبه بيهزر فرح قال لرئيس اللصوص قال له لك غلام يزعم أن معه 40 دينار قال أرسله إليه هتولي فرح بعتهله قال له يا غلام معك كام قال له معي 40 دينار قال له بتضحك يعني أنت صادق في كلام قال له طبعا فين هم راح حاطت إيده في جيب لبسه في اللبس كده وقال له 40 دينار هم فلما رأاها رئيس اللصوص بكى وقال ما الذي يحملك على ذلك وأنت تعلم أني أريد أن أسرقك أنت عارف أن أنا بسرقك قلت لين أنت معك 40 دينار قال له لقد عهدت أمي على أن لا أكذب أبدا فأنا أخشى أن أنقض عهدي مع أمي فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك وأنا لا أخشى أن أنقض العهد مع ربي قد طبت إلى الله على يديك ثم ناد على الرصوص وقال رد المال لأصحابي ولا سرق بعد اليوم من اليوم ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى فقال الرصوص لقد كنت رئيسنا في السرقة واليوم لقد كنت رئيسنا في السرقة واليوم أنت رئيسنا في التوبة تبنى إلى الله عز وجل فالصدق من جاء فجعفر بن أبي طالب قال لهم خلاص هنقلوا اللي احنا نعرف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا على النجاشي قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم قال وماذا يقول النبيكم قال يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فضرب النجاشي بيده في الأرض فأخذ منها عودا عود خشب كذا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود هو ده الكلام المزبوط هو فعلا ليس الله عيسى بن مريم ليس هو إله وليس هو ابن إله وإنما هو عبد الله ورسوله فتناخرت البطارقة القوات اللي حواليه والناس كمان الأساقفة وأهل الدين أحد يصدروا أصوات كده يعني كانهم معطردين على الكلام ومدئين جدا فقال لهم النجاشي وإن خرتم أمنوا أنت عايزينه إن شاء الله حتى تطقوا أمنوا أنت عايزينه فتناخرت البطارقة ثم قال لهم وإن خرتم والله ثم نظر النجاشي إلى الصحابة قال اذهبوا بأرضي فأنتم آمنون والله من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم ما أحب أن يكون لي ضبرا من ذهب يعني جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ثم قال للبطارقة أردوا لعمر بن العاص وعبد الله بن إبن ربيع كل هذه الهدايا فوالله لست بحاجة إلى تلك الهدايا أبدا فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة أنا أيضا وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه فخرج من عنده وهما في غاية الحزن والأسف على ما حدث وده كان موقف النجاشي رحمه الله رحمه الله وسع تعالوا نكمل ونشوف البطارقة لما لقوا موقف النجاشي وقف ونصر الصحابة وقف معهم الوقفة الجميلة ديت هم ضبرونه مؤامرة حقيرة جدا إيه هي المؤامرة ديت ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك وكي الملائك في السماء مطهرين روايع التابعين ملائك في السماء مطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع رواقع التابعين ومع الحلقة الخامسة من قصة النجاشي عليه رحمة الله الواسعة قلنا موقف النجاشي مع جعفر بن أبي طالب ومع المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة راحوا بالهدايا ودوا بالطريقة الهدايا ودوا الهدايا للنجاشي وحاولوا أنهم بأي طريقة يخلوا يسلم لهم الصحابة عشان يرجعوا من الفتن في دينهم قال لا يمكن حد ما اسمعهم جعفر بن أبي طالب عرض عليه الإسلام كله على بعضه في خمس محاور ما كانش من النجاشي إلا أنه قاله في حاجة من يعني نزلت على نبيكم أنت معك تقدر تيروه عليك فقر عليه صدره من سورة مريم فبكى النجاشي وبكت الأساقفة ويعني اقتنع النجاشي وقال له فعلا هو ذا الكلام الحق وبعد كده عمر بن العاص قال ده أنا هقول له بقى حاجة يعني تستأصل خضراءهم يعني يقضى عليهم كلهم إيه هي إن بيقولوا أن عيسى بن مريم عبد فلما راح تاني يوم جعفر بن أبي طالب وقابل النجاشي قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فقال النجاشي والله ما عدا هذا ما جاء بي عيسى بن مريم فهو فعلا عبد الله ورسوله وليس إلها وليس ابن الإله وطبعا البطارقة اللي موجودين حوالين النجاشي زعلوا جدا منخروا كده وادايقوا عايزين يقولوا إزاي أنت بتؤمن بعقيدة المسلمين ده هو إله أو هو ابن الله فقال وإن تنخرتم ثم طرد عمر بن العاص وطرد عبد الله بن أبر ربيع وقال ادنهم الهدايا بتاعتهم فوالله ما أخذ الله عز وجل الرشوة من أجل أن يرداني إلى الحكم حتى أخذ الرشوة أنا أيضا فخلاص يعني أنتم آمنون في أرضي ومن سبكم غريم اللي هيتعرض لكم أنا بنفس اللي هقفله وده كان دعوة آمنة وجميلة جدا جدا من النجاشي عليه رحمة الله ود للصحابة الأمن والأمان في أرض الحبشة في أي مكان عايزين تعيشوا أنتم آمنون وإنتم تابع من النهار ده خلاص ما حدش يقدر يتعرض لكم أبدا طبعا البطارقة خرجوا من عند النجاشي في قمة الغضب عمر بن العاصم عبد الله بن أبر ربيع خدوا الهدايا ورجوا التاني بقى طبعا وكانوا يعني في غاية الحزن أن المهمة اللي طالعين من أجلها فشلت فشل زريعة فشلت بنسبة 100% فمش عارفين يعملوا إيه لكن المشكلة الكبيرة البطارقة اللي كانوا حول النجاشي طلعوا برة وقالوا للناس اللي حواليهم بقى من الحكماء والوزراء وقالوا لهم النجاشي فارق دينكم النجاشي أسلم وطرك النصرانية ولا بد من أن نخلعه من الحكم خلاص لازم يتشال يعني لازم يتشال فتقلبت عليه الأحباش وعزموا فاعلا على نقد باعة النجاشي والنجاشي وصلوا الخبر الله ده الأحباش اتفقوا علي والوزراء والحكماء اتفقوا أنهم ما يخلعوني من الحكم طب ده في خطر على الناس دي بقى اللي هم جايين علشان يحتموا فيا لأن أنا لو ما بقتش مالك للبلاد أي حد تاني ممكن يقتلهم أو يعزمهم أو يبقتلهم طب أول حاجة أعملها إيه أنا مش خايف على ملكي والله العظيم لما تسمع لازم تحب الراجل ده بجد لازم تحبه حط نفسك مكانه كده أنت مالك بلد وعايش في ملك يعني أنت عارب بقى ملوك البلاد بقى بإشارة منه بيغير الدنيا كلها البلد كلها بيعمل له وعايزه والكرسي دي يعني فتنته فتخيل واحد هو نجاشي الحبشة مالك البلاد وبلاد الحبشة كانت مليانة خيرات وفجأة بيقولوله مادمت انت هتدخل في ديانة هؤلاء خلاص وطلعت إشارة أنه ترك النصرانية ودخل في الإسلام وتقلبت عليه الأحباش قالوا لابد من خلقه من الحكم وإنه من النهاردة ما يبقاش نجاشي وعندهم طبعا طالما يشلوا من الحكم وفي الغالب هيقتلوه أول حاجة أفكر فيها إيه مش إزاي يحافظ على الكرسي اسمعوا يا جماعة اسمعوا الدنيا فايتة والدنيا فعلا معدية ومن فاتة وما تسويش أي حاجة المهم الإنسان صاحب المبدأ يحافظ على مبدأه والإنسان اللي عنده أخلاق يحافظ على أخلاقه مش يتنازل في مقابل أي حاجة وعشان خاطر الكرسي أعمل أي حاجة لأن في ناس كتير بتعمل كده الأسف شديد في ناس يعني مبدأها في الحياة ربنا عافينا عافيك رب العالمين يعني هو أنا عبد المأمور فطالما أي حانا طلبت مني أي إن كانت فيها معصير اللي أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعملها عشان يحافظ على الكرسي مع أن كل الكرسي كل الكرسي بلا استثناء مركة تفال محدش بلزق فيها كل اللي بيقعد لازم يعدي ويمشي ويتزحلق من على الكرسي عشان يجي لبعضه ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك إيه المهم؟ قد ربنا سبحانه وتعالى إن هم تقلبوا على النجاش فأول حاجة أفكر فيها سلامة الناس اللي نزلوا في أماني لازم أحافظ عليهم وبدأ يدعو جعف الرماء بطالب ويكلموا سرا فقال له يا جعفر تقلبت علي الأحباش واحتمال كبير جدا يشيلوني من على كرسي الملك فأنا أول حاجة فكرت فيها أعددت لكم سفينتين اطلعوا وقعودوا في السفينتين دولت فإن انتصرت على هؤلاء الأعداء اللي هم عايزين يشيروني من على الملك لو انتصرت خلاص ارجعوا مرة تانية وعيشوا معايا وانتم فيه أماني ولو اتهزمت الحقه روحوا أي بلد لأن انت في الوقت دوت مش هتكونوا في أمان وأنا خايف عليكم جدا سبحانك يا ربي قدي إيه فعلا راجل يتحب بجد قدي راجل فاضل بجد أول حاجة تفكر فيها أن انت خايف عليهم يحصل لهم حاجة طبعا خايف عليهم يحصل لهم أي حاجة وبعدين هو عمل حركة حلو قوي قوي أنا عن نفس عجبتني قوي رح جايب جلد ورح حاجة كده جلد مفروض ورح كاتب عليه أشهد أن لا إله إلا الله خدوا بالكم النجاش في الوقت دوته وفي الجلسة ديت دخل الإسلام على يد جعفر بن أبي طالب وحب يكتم إسلامه علشان لو الناس عرفت أنه أسلم خلاص هيشيلوه من على الملك يقينا مش هيتحمله الدولة ما كانش المسلمة وهيتشال وقالت هتشاله بس ده ممكن يتقتل كمان ولو تشال أو تقتل هو مش باصص لنفسه يا جبعة وبس افهموا معي الحتة المهمة دي هو مش باصص لنفسه بس هو باصص أن الصحابة دول هيتقزه 80 واحد هيتقتله فعشان يحافظ عليهم فإيه فأسر بالإسلام وراح جايب حتة جلد كده مفروضة كده تمام وراح كاتب عليها بخط إيده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وراح لافف الجلد دوت حوالين جسمه خدوا بالكو وراح لابس عليها حاجة كده زي القميص مثلا ولابس على الاتنين حاجة كده زي البلطة فالجلد ده فين جوه حطه على صدره وراح منادي على البطارقة ومناديهم قال لهم يا معشر الحبشة ماذا تعلمون سيرتي فيكم تعالوا نتناقش بالعالم أنتوا زعلانين مني ليه طالعين بتقولوا للناس أن أنا ارتديت وأن أنا طرقت النصرانية ودخلت في الإسلام إيه اللي خلاكوا تقولوا الكلام ده سيرتي فيكوا قالت إيه قالوا خير السيرة قال لهم فما الذي أثاركم علي إيه اللي خلاكوا تقلبتوا علي قالوا لقد فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد قال لهم طب بلاش ده كله أنتوا بتقولوا إيه في عيسى قالوا نقول هو ابن الله فراحتت إيده على الجلدة اللي هو كاتب عليه أشهده أن إلهي لله وأشهده أن محمده عبد وهو رسوله وأشهده أن عيسى عبدو الله ورسوله خدوا بالكم حط إيده على الجلدة ورحم شاور كده طبعا هم مش يشافيني الجلدة لأنها موجودة إيه موجودة تحت اللبس بتاعه ورحم شاورة على الجلدة قال وأن أشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئا يعني هو زي ما أنا بشاور كده هو يقصد الجلد واللي مكتوب على الجلد وهم فهموا انه هو يقصد ايه انه هو ابن الله فقال وانا اشهد ان عيسى لم يزد على هذا ايه اللي حصل بعد كده بعد الموقف دوت ده اللي احنا هنشوفه بكرة في الجزء السادس من حياة النجاشي نلتقي غدا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته